على الرغم من التحذيرات الدولية لإسرائيل وتحذيرات واشنطن المتتالية لنتينياهو إلا أنه يصر على اشتياح رفح التي تعاني وضعاً إنسانياً كارثياً تعنت إسرائيل هذا دفع البيت الأبيض لدراسة خيارات الرد الأمريكي على تل أبيب إن أقدمت على تنفيذ العملية ضمن الظروف الموجودة حالياً أمريكا طلبت من إسرائيل خطة واضحة وموثوقة لتجنب المدنيين في رفح الأمر الذي تجاهلته إسرائيل حتى الآن حسب ما نقلت سي أن بي سي الأمريكية عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فان هولين قال إنه يتعين على أمريكا استخدام الأدوات الأخرى المتاحة لها لإجبار نتينياهو على الخضوع إذ حددت إدارة بايدن يوم الرابع والعشرين من مارس كموعد نهائي لإسرائيل لتقديم تأكيدات مكتوبة تليها مراجعة حكومية أمريكية بأن استخدام الأسلحة الأمريكية يتوافق مع القانون الدولية وعدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض قضية الدعم العسكرية ودفع التحالف القديم إلى منطقة جديدة حسب هولين